كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصاص التابعة لمركز شبين حيث قام بجولة في القرية مؤكدا للمواطنين متابعة الحكومة للمشروعات بتكليف من الرئيس السيسي وخلال الجولة استعرض مدبولي مكونات مشروع وحدة طب الأسرة وما تضمنه من إحلال كلي للوحدة وإعادة تطويرها وتأهيلها على مساحة 1465 متر مربع لافتا إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 8 أشهر